صباح الأمل صباح السعادة صباح بكرة أحلى أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وبرنامجكم صباح بكرة أحلى السلساء من كل أسبوع أتى ساعة صباحا زي ما عودناكم إحنا هنتكلم عن الإشاعات كمان عندنا في الفقرة اللي جاية معانا الدكتور رامي إسماعيل دكتور القلب وما أصير حوله حسفه من النقابة وما أصير حوله أنه غير متخصص في هذا المجال رامي متفوقه ونجاحه في هذا التخصص هنتكلم وهيبقى ضيفنا النهاردة حلقة ساخنة جدا ولكن نبدأ الآن بالإشاعات طبعا ما يخفيش عليكم أن الإشاعات من أخطر ما يمكن قلنا قبل كده أن الإشاعات بتهدي دول وهدد بالفعل دول وما نراه من الآن من أحداث في دول شقيقة أعتقد يعني ظاهر ظاهرة العين للجميع إنما إحنا بنأكد عليكم أن يجب أن إحنا نتصدى لهذه الشقيقات ده كان قبل فيروس كورونا إنما فيروس كورونا زود المسألة شوي ابتدى يشتغلوا برضو علينا مستكتين إنه رغم إن فيه فيروس عالمي بيصيب دول عدة لكن ما زالت مصر في المقدمة رغم إن الحمد لله إن فيروس كورونا يعني عندنا الحمد لله الحمد لله مش بالعدد الكبير نبتدي بالإشاعات بيقولك قطع شبكات الاتصالات بالإنترنت طبعا في شرم الشيخ فالكلام دوت مش مظبوط والأكيد إنه مش مظبوط لأن بيقولك يعني طب شوفوا تصلوا بأي حد من اللي تعرفوه في شرم الشيخ هتلاقوا الشبكة شغالة وما فيش مشكلة طبعا الفترة اللي فاتت كانت فترة فيه أمطار وفيه رياح يعني الحمد لله على كل حال عايز ورضو قبل ما أكمل معاكم عايز أرسل تحية لرجال الدولة من العمال أولى والموظفين في الأحياء وفي المحافظات وفي الوزارات وكمان فيه أشخاص قاموا بدور جميل جدا يعني غير إن المواطنين كانوا بينزلوا يعني يشتغلوا يعني الموظفين والعمال بينزلوا ويشتغلوا في حين إن كان أغلبية الناس قاعدة في بيوتها لا كمان فيه أشخاص ومواطنين عايز أقول لكم إن نزلوا يساعدوا ناس مثلا واحد مع عربية عالية ابتدى ينزل يزق الناس اللي هم جوه المية والأماكن اللي هي كانت واطية والمية اتملت فالعربية غلقت فابتدى يزقوها بالعربيات الكبيرة قاموا بدور جميل جدا الشعب المصري ما بيظهرش إلا في وقت الزنقة وتبلي إحنا من راهنا على شبابنا وعلى نسائنا فعلا ما بيبنوش إلا في وقت الزنقة نقدم تحية مجددا لجميع العاملين بأجهزة الدولة لتعاملوا مع الموجة العدت اللي هي كان فيها أمطار وسيول ويعني حاجات طبيعية ورياح نقول لهم شكرا على مجهودكم إحنا ما بنخفيش لحد مجهوده ولكن برضو كان فيه بعض أمور كان يجب إن إحنا نخد بندة منها زي بعض عواميد النور اللي يعني عملت مشكلة وكهربت ناس وفيه ناس ماتت لأن مثلا كان فيه حالة عربية كانت وقفت في المية نزلوا يزقوها اتنين إخوات تقهربوا وتوفوا شهداء بإذن الله يعني طبعا حاجات زي كده لازم نتعلم منها لكن قصاد الحاجات الشغل الكبير اللي اتعمل في جمهورية مصر العربية عموما بجميع المحافظات لأ شغل محترم وشغل لمعناه إن إحنا برضو يعني عندنا ناس شغالة مش ناس بتهرب يعني وفيه حتة عايزين نتكلم فيها مهمة جدا بالنسبة لأحزاب الموجودة حاليا على الساحة يعني جي وقتكم بقى يعني إحنا قلنا الفترة اللي فاتت كانت فترة اختبارية وفترة كانت فيها من نتنفس الصعاطات ضاء يعني بالنسبة للسياسة وكان زمان كان فيه الحزب الوطني مسيطر على الساحة وكان فيه بعض الأحزاب اللي هم يعني اللي حول بيهم ولا قوة بعد الصورة وبعد ما اتعاملت الأحزاب هنقول إن كانت فترة يعني إيه فترة لسه تجربية كده لكن أعتقد بعد من يعني بعد حوالي تسع سنين من إنشاء أحزاب أعتقد إن جي بقى وقتهم يريد بقى نبطل نتفرج عليكم في صورة جنب عامل ولا جنب موظف ولا رئيس حي ولا محافظ وتنسبوا الحاجات اللي بتعملها الدولة تنسبوها ليكم أعضاء مجلس النواب لأن طبعا خلاص الفترة دي بتدت تنتهي ناقص لها كام شهر فبتدوا يشتغلوا زيادة في إنه هم ينسبوا برضو الحاجات اللي بتعملها الدولة ليهم أنا مش عارف يعني بأنه منطق يعني أحزاب بتنسب برضو الحاجات اللي بالدولة بتعملها تنزل بس ينزل أي واحد منهم يتصور صورة جنب رئيس حي بقى هو اللي عمل الموضوع لا يا جماعة لا دور الأحزاب كده ولا مجلس النواب كده دور الأحزاب يجب إنه هو يعمل بفكر خاص به يعني أنت حزب مختلف عن حزب حزب فلان وحزب علام ده كل حزب المفروض ليه فكر خاص المفروض إنه اشتغل به يبقى عنده أفقار بينفزها على أرض الواقع ملهوش دعوة أبدا بالشغل اللي بتعمله الدولة أنت بتنسب ليه شغل ليه الدولة جات نورت هنا هو أنت بتقول ليه إن الكشفات دي أنا اللي جايبها وأنا اللي عملها يا أخي يا عيب يعني مايصحش عدو مجلس نواب يعني عندك شيء من القدرة على الوعي والفهم يعني يا أخي مايصحش الكلام ده انزل اشتغل في الشارع ماشي اشتغل في التشريع ماشي لكن مفيش داعي تنسب اللي بتعمله الدولة لحضرتك لأن الناس ما بقتش يندحك عليها بالنسبة بقى الأحزاب أنا ما بحبش حكاية أنه يتقل إيه حزب كارتوني وحزب مش عال ده أنا ما بحبش قلة الأدب دي أنا حب أقول أن الأحزاب بازالت صورة وصورة مقلوبة يعني يعني يجري بسرعة يجي مثلا عيد الشرطة فيروح الرئيس مباحث ولا مأمور ولا أيا كان اللي بيروح يروح متصور معهم يديله شهادة ويتصور وروح موزحها على الناس كده هو شغال لا إحنا منقدم برضو للشرطة منقدم لهم ألف تحي لأنهم مشغالين في صمت ومش بحتاجين منكم ده أنتوا محتاجين منكم شكرا بشكل تاني أنكم تساعدوهم في الشارع تحدوا من الجريمة في الشارع يبقى عندكم أفكار يا أخي مش معقولة يعني ومش يعني برغم مثلا أن في حاجات بستغرب لها المستشار فلان وعلان وإلى آخر وهو مش حاصل على أي مؤهل حد المستشار فلان الفلان هم مع الدبلوم مع احترام للدبلومات وليم مع شهادات لكن عايزين نحترم الألقاب يعني كل واحد اسمه الدكتور فلان ماشي طب أنت ليه دكتور يا سيدي أنت مش دكتور ليه داني دكتورة فخرية يا أخي مش كده فعايزين نحترم الألقاب عايزين نحترم نفسين مش مهم أنك ممكن يبقى معك شهادة أو متعلم لكن المهم أنك تشغل في الشارع مع الناس تساعد الحكومة مش تنسي بالشغل اللي بتعمله الحكومة اللي ساعدتك يعني أنا بتعب جدا من البدل والجربطات اللي فضية من تحتيها على طول أروح أتصور جنب مبنى محافظة جنب مبنى وزارة قال يعني الواد يعني يا أخي عيب اختشوا على دمكم اشتغلوا في الشارع البلد محتاجة شغلة دلوقتي ده كان موضوع كان لازم أتكلم فيه وأقول لكم أرجوكم يا أحزاب اشتغلوا بأفكاركم انتو عايزين تعرضوا ما تعرضوا بس تعرضوا على أساس توجدوا بديل مثلا يعني عايز تعرض ان الدولة مثلا كانت المفروض تجيب لك طيارة الهولوكوبتر تنقل مصاب من هنا لهين حقك بس قولي البديل هي أنا ما عايز مديش إمكانيات البديل حطيلي تملي البديل لو أنت عايز تعرض ماشي تكاتف مع الدولة وتكاتف مع المواطنين في حل مشاكلهم ساعد الدولة في حل مشاكلهم بلاش نحسس حتى الموظفين المحافظين ورؤساء أحياء ومديرين ولا آخره بيتعبوا جدا لما يحسوا المجهود اللي اشتغلوه حضرتك خدتوا على الجاهز بصورة عيب بلاش الصورة تبقى بقلوبة نرجع تاني الإشعاعات عندنا احنا قلنا الإشعاع بتاعت شبكة الاتصالات ديت يعني كانت مش مزبوط بدليل عندي واحد صاحب يقريفني طول النهار بالنت من شرم الشيخ أنا مش عارف بصراحة منين يجيبوا الإشعاعات بيجيبوها عشان يرجعونا الورى احنا أبدا مش نرجع الورى عندنا إشعاع تاني بتقول انقطاع انقطاع مياه الشرب في القاهرة والجيزة ويجب تلات تيام كلام ده برضو مش مزبوط هي المية بتطلع بالمطور طب ليه؟ لأنه هما لازم يعني قللوا المية الأسباب الأسباب لها سببين السبب الأولاني أن الموجة بتاعته العفار ديت بهدلت النهر النيل السبب التالي هو أن ما زالت في حاجات لها علاقة بال يعني بال الصرف المية والحاجات ديت فبالتالي هما بيقوا مقللنها عشان ما يبقاش فيه مجهود على البنية الأساسية بالنسبة للصرف والمية لكن المية موجودة وما فيش انقطاع بالنسبة للمية خالص زي بالزبط كده ما بيطلعين إشاعة قال لك الجيش هيمشي يعمل إيه بقى يعمل بالطيران يرشموا يعني يعني حاجات تقي من الفيروس كورونا والكلام ده في المحافظة وما تخافوش لما تسمعوا صوت الطيران وما تخافوش وتحيا مصر وتحيا الجيش لا تحيا ألف مرة مصر وتحيا ألف مرة جنودنا البواسل لكن دي إشاعة يعني خلي بالكم الإشاعة تمالي بيبقى ليها سبب ولما بننجح في حاجة زي ما قلتلكم ألف مرة اتأكدوا إن في إشاعة طلع عشان تحاول تأعكر صفو النجاح خلي بالكم من ده عندنا بيقول لك نقص السلع والمواد الغزائية في الأسواق الحمد لله مصر دايما يعني عامرة جميلة إحنا اللي عندنا نقص ولا حاجة هو كل المسألة إنه لما طلعت إشاعة بتقول إنه النهاردة التلاتة هيبقى فيه حظرة جوال الناس بقى قابليها جلية على إيه الهايبرات والسوبر ماركت وياخدوا ويخزنوا طب يعني فيه حاجة أنا بس عايز أقولها للهايبرات دي هل أنتم يعني المنتجات بتاعتكم دي مش هتتبعها 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 المفروض تقوله لأ المفروض يبقى فيه حد مثلا زي ما فيه أحد اللي هما يعني الهايبرات اللي هما يقول لك إيه فيه تغفضات عندهم يقول لك مش أكتر من ثلاث قطعة ليه عشان تدي فرصة لحد تانية يستفيد بالعرض ده هو كده كده هيبيعه طب أعمل إيه أنا إنه أنا حاول يبقى فيه عدالة في التوزيع ما انتا كده كده هتبعها ماشي فاللي كانت المشكلة إن الناس نزلت بسرعة أول ما قارفت إنه هيبقى فيه حظرة الجوال النهاردة التلاتة وطبعا دي إشاع بقول إشاع خلي بالكم لا تاخدوا ولا تقربوا الصلاة والسيبوا وانتم ساقرة لا يعني دي إشاع راحوا جريوا على السوبر ماركت وراحوا راحوا ماشي لكن إيه اللي حصل بعد كده هو الكحول مثلا إزازة كان بتسعة جنيه كاتب لي عليها تاجر جاشع أو صيدالي جاشع أربعين جنيه ليه يا عم طب أقول لكم على حاجة بمناسبة الكحول والتطهير بتاع قال لك وده الكلام دوت كانت عملته في أحد الأماكن اللي بيتطهرها الكوات المسلحة بيجيبوا كوباية كولور أيا كان بقى كولور اللي هو في كياس اللي هو عادي كوباية عايرها كوباية حطها مثلا في جردل ولا حاجة وعشر كوباية مية تخفيف لها وحط كس ملح ودوبهم وعبيهم بقى في أزاز وعقم وعمل في مناديل يخسل إيدك وعمل إيه طهر الأماكن كلها مفيش مشكلة خلاص يبقى دي حاجة سهلة ما اعتقدش انه هم يعني هينزلوا يجيروا على الكولور يخلصوه خدوا الكحول بالهنا والشب في حاجة تانية بالنسبة لموضوع فزاعة ويروس كورونا أنا ليه رأي مختلف في الحتة دي ايه هو أول حاجة يعني مش معقولة أبدا يا جماعة الإعلام الأمريكي العلامي دوت عمالي يخوفنا ويعمل لنا الفزاعة شغال فيه طيب انتو مش شايفين ان عندك الصين شغالة في صمت طيب هقول لكم على مفاجأة جميلة الصين وجدت علاج لفيروس كورونا خلاص طيب في حد منكم سمع ان يطلع علاج لفيروس كورونا لا يا فعايزين نقول ان مفيش حد تكلم على موضوع فيروس الإعلاج فيروس كورونا ليه لان الإعلام الأمريكي إعلام متقدم وإعلام عالمي هو بيصدر لك اللي هو عايز هو طب هل هو مثلا الكلام بتاع فيروس كورونا صحيح اه في حاجات صحيح وفي حاجات غير صحيح طب هو الحاجات اللي اللي احنا منتكلم عنها ايه نتكلم ان ارجوكم بلاش الفزاعة دي قرارات الدولة بان 15 يوم اجازة للطالبة بتاع المدارس عشان يعملوا تعقيمات في المدارس عشان ينهوا موضوع اللي كان اثار الامطار والحاجات اللي حصلت قبل كده حاجات يعني يعني نقول ايه احترازية يعني المفروض ان احنا عندنا مداخلة بالنسبة بالنسبة لأطفال الطلبة والمدارس ده حضر معنا الاستاذ سامير حجازي طيب هيكلموه في معنا برضو استاذ حسين عبدالوهاب مدير مدارس النور الاسلامية الخاصة هيقولوا بيعملوا ايه في موضوع المدارس والاجراءات اللي هم بيتخذوها حاليا وايه المفروض يتعمل عايزين نقول كمان ان وزير التربية والتعليم كان قال ان كل معلم هيتواصل مع الطلبة عن طريق الموقع الالكتروني هيتواصل معهم وطبعا فيه ناس كانت بيطلع اشاع ان مش هيبقى فيه ترمي تاني لا فيه ترمي تاني فيه ترمي تاني يا اخوة ليه بقى لان احنا بنحافظ على امن المواطن المصري سواء بقى في التعليم في الصحة في اي حاجة ممكن تتخيلوه كان سهل او خلاص الترمي التاني خلص وكلكم نجحين والف االف مبروك رب نيتمن بخير الكلام دوت سهل لكن اللي اصعب منه ان انا ابنيك بيقولك يا بختي من بكاني وبكى علي ولا دحكني ودحك الناس علي يعني سهل جدا انا نجحك سهل جدا اديك فلوس اأكلك سمك بس السهل اللي هو اللي اكلك وجبة سمك اللي اصعب منها ان علمك تصطاد السمك لان انا لو اكلتك مرة مش اكلك على طول لكن لما علمك تصطاد فانت هتاكل طول عمرك بأكلتك طول عمرك من هنا هو لازم نخلي بنا ايه اخبار التليفون المدخل يا استاذ سمير معنا ولا لا طب يلا يا استاذ الو السلام عليكم عليكم السلام ازاك استاذ سمير ازاك قائد ازاك حالك ازاك فندل استاذ سمير مدير ادارة العيات التعليمية الشخصية المجتهدة الجميلة اللي تملي نشط ربنا يبارك في حضرتك ويكريمك حبيبي معليش علي صوتك شوية يا استاذ سمير عشان قطر الصوتك يوصل لنا في الصوت ربنا يخليك صباح بكرة احلى حبيبي احلى دايما مع حضرتك ومع الجميل طيب هو لسه ديف الجميل ما دخلش احنا دلوقتي بنعمل معك مداخلة عشان واضح طبعا انت مش قدام الشاشة دلوقتي لانك اكيد شغال طبعا احنا في الشاشة فقال احنا في الشغل احنا انت على طول في الشغل ناشط طب منا طب بالنسبة للطلبة وبالنسبة للاجازة الخمساشر يوم ده بتعملوا ايه فيهم والله هو حتى من قبل ما تبقى الاجازة احنا بنوم بالنظافة الشخصية والتوعية الشخصية للأولاد والسادة الزملة والسادة والأولاء الأمور ايه الاهتمام بالنظافة الشخصية يمكن انا بتواجد بنفسي وممكن حوالي عجل سيام او خمساشر يوم من خمساشر يوم لقيت ولد جميل جدا اسمه ياسين في مدرسة اسمها كفرش حاتة هبقى الادارة التعليمية بتاعت اللي في حضرتك مدير بحيث الولد اه مامت والله يدعى صحة جايباله صابونا ديتول ايه فالولد واقف الصبح بتناول ابتدائي اه في اه يقوم بالنظافة الشخصية بتاعته فكانت حاجة جميلة جدا واسعدني وكان نموذج مشرف ونموذج جميل جدا رغم صغر سنه ورغم حداثة عمره ولكن ما شاء الله النظافة الشخصية مهمة جدا للجميع ايه الاهتمام بالنظافة الشخصية اه مطلوب مننا كلنا حتى في البيت حتى في الشارع حتى ده حتى ده لان ده بيعود بالنفع العام على الجميع طيب انتو بتعملوا ايه بالنسبة لل يعني في الاجازة دي انتو ايه دوركم بتقوموا بيه في المدارس بالنسبة للاجازة فيه طبعا ترتبات مهمة جدا خلال الاجازة اه فيه حاجات ادارية وفيه حاجات تعليمية ايه الحاجات الادارية اه يمكن جات موضوع السيول وده اه او الامطار اللي هي كانت اللي سبان والشاميس والجمعة ايه تعملنا معاها وكنا متواجدين فعلا مع مجلس المدينة ومع الوحدات المحلية بفصل الكهرباء و ازالة اثار الامطار اللي هي ممكن تأثر على المباني وتأثر على الاساسات ايه وحاليا بنقوم بعملية تعقيم للقصول تعقيم مباقي اه انتظارا للقوات المسالحة كمان ان شاء الله تقوم بتعقيم اعلى من اللحنة بنقوموا فيه اه للمدارس ومكاتب الادارية والكلام تمام طيب كان فيه شعب تقول ان مش هيبقى فيه تربة تاني والناس هتجح على كده وخلاص اه هل الكلام ده مضبوط ولا هي هلازم يمتحنوا في التربة التانية الاشاعة يطلقها حاقد الاشاعة يطلقها حاقد وينقلها جاهل ويصدقها غبي ايه يعني احنا دايما ما بنحدش ننساق وراء الاشاعات ايه ولكن اه فيه مجلس اه وزراء وفيه اه وزارة ومستشئين والكلام من ده اه احنا دايما بنتتابع اه ونتواصل معهم وابنتناقش معهم وابنتناقش معهم وابنه في النهاية ايه بالقرار للصالح العام طيب احنا بنشكر حضرتك استاذ سامير حجازي مدير قدارة العلاقات التعليمية المجتهد والنشط الجميل اه صباح بكرة احلى اشكر حضرتك العلامة الجميل الرائعة المخلص لبلده الوطن الجميل العلامي وجد الوزيري ربنا دايما نورطاك ويخليك دايما يعني معين وموضح للحقيقة ويغير يعني من الناس الجميلة اللي دايما بترفك الإشاعة ربنا يسعيدك شكرا سامير بي صباح بكرة معنا مدخلة تانية من الأستاذ حسين عبدالوهاب مدير عام مدارس النور الإسلامية الخاصة صباح الخير حسين بيه صباح الخير صباح الخير على ديوفك أنا لسه ادف ما دخلش احنا في الفقرة الاولى بنسأل حضرتك بالنسبة استعداداتكم في المدارس يعني احنا جبنا كان معانا من قبل حضرتك على طول أستاذ سامير حجازي مدير إدارة العادات التعليمية راجل ناشط كلهم شغالين يعني على رأسهم طبعا وكل وزارة التعليم بالجهزة فبنتكلم دلوقتي بالنسبة المدارس الخاصة في الفترة اللي هي الخمستاشر يوم دولة بيعملوا ايه وبيحضروا لايه الله الحمد لله هو أول مصادر القرار بترئيس الكومولية بتعلق الدراسة خمستاشر يوم اللي هو كان يوم السبت بعد العصر كده أعملت عملية اتصالات طبعا بالمدارسين وكده على الأساس ان احنا ما نتوقفش عن برضك اعتبر الدراسة اللي هي اونلاين اللي هي بعد كده فجينا انهم قالوا ان هي هتكون موجودة يعني الحمد لله تفكرنا كان برضك كويس جدا لأولادنا بالضبط واسيات الوزير التعليم قال الكلام ده ان كل معلم يتواصل مع الطلاب بتوع عن طريق الموقع يعني جمعت المدارسين اللي هواء في المدرسة والحمد لله بدأنا نعمل عملية بس على موقع المدرسة للدروس عشان يبقى فيه تواصل بين المدارس وبين الطالب والحمد لله يعني بندر ربنا بس خضاقنا من البلاء دوت وترجع الحياة طبعية الحمد لله إن شاء الله ترجع الحياة طبعية لدينا كلنا على قالب واحد يعني أهم حاجة مصلحة أولادنا وولادنا أهم حاجة يعني طيب يعني الحمد لله إن فيه دلوقتي موجود بالنسبة للناحية التعليمية هل يطرى بالنسبة في المدرسة هل فيه تعقيم أو حاجة زي كده هو طبعا طبعا عقمنا المدرسة من يوم الحد أول مرجعنا قمنا بقابلة تعقيم المدرسة أسلنا المدارسين طبعا عشان ما يبقاش كم المدارسين كبير أسامت المدارسين عشان المدارسين لازم يكون بتعودين في المدرسة أجزاء منهم وكده والحمد لله يعني الحمد لله رب العالمين منعين برك أي طالب يخش المدرسة لاي تحت أي ظرف لاي التعليمات اللي أسلت لنا طبعا من مدير الإدارة مدير عام المدارس الأستاذ يسري طبعا يعني الحمد لله من المدينة الصلاحية أستاذ يسري وكيل المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية صحيح؟ بالضبط ممثل شخصية جميلة وشخصية يعني مكتهدة وحد من خدام التعليم في مصر الحمد لله وهو توجهته على طول لنا وبتوجهت معنا كل يوم يعني الحمد لله الحمد لله وطبعا الجريدة بكرة أحلى كان هو من ضمن اللي تصرفنا بإن إحنا كرمنا وكرمنا حضرتك لنشاطكم وخدمة الوطن آآ ألف تحية لك أستاذ حسين شرف لنا شرف لنا وإحنا بنتدهي لحضرتك وللجريدة والكل ما بيدعو لمص كده بالخير بالتوفيق يا رب كده شكرا حسين بي عبدالوهاب مدير عام مدارس النور الإسلامية الخاصة ألف تحية ليك وتحية الأستاذ يسري الشخصية المتميزة أعزائي المشاهدين فاصل ونرجع لكم مرة تاني مع الدكتور رامي اسماعيل وانتظروا حلقة ساخنة جدا صباح الأمل صباح السعادة صباح بكرة أحلى رجعنا لكم تاني وبرنامجكم صباح بكرة أحلى عندنا النهاردة دكتور أصاري الجدل دكتور رامي اسماعيل دكتور رامي اسماعيل نجح في مجال القلب فيه أسير نحو أمور كثيرة يعني ما بين نجاح وما بين هذه الأمور احنا عايزين نوضح للناس اللي هي تعامل معها لأنه هو أكتر حد ممكن يتكلم عن المشكلة بتاعته أهلاً وسهلاً بيك دكتور رامي اسماعيل إزاي حضرك سحمدي وأنا سعيد جداً إن أنا طلقت والله واجدي والله واجدي وزيري دي وبعدين فجأة لقينا بقى رفع من النقابة يعني حذفك من النقابة الأسباب ما إلى آخره عايزين بقى نعرف إيه الموضوع منك كده تمام صلى عني هو مش حذفة من النقابة بالمناسبة أقول لحاك بسم الله والحمد لله والسلام وعصول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولاً واحد مصري عادي مولود في القاهرة من أب مصري وأم مصرية ودخلت مدارس عادية سنوية عامة وكنت من أوائل الجمهورية في السنوية العامة الحمد لله كنت جاي بمسلاً 99 تقريباً الحمد لله وبعدين دخلت عادي كولد متفوق فصل الفقاقين وبعد ما تخرجت من السنوية العامة كنت في الأرمان السنوية العسكرية فصل الفقاقين دخلت كلية طب جامعة القاهرة في الأصر العيني تمام وكنت ماشي ممتاز جداً 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 الحمد لله مكتهد جداً بتأديلات كويسة جداً وكنت بتكرم على طول الحمد لله رب عميني يعني يمكن من أيام حتى أنا داخل مثلاً الكليهة في 2002 كنت دايماً حريص إن أنا أحضر عمليات قلب حريص إن أنا أحضر وإنت في الكليه وإنا في الكليه أنا أول واحد بفضل الله بدأت أحضر عمليات قلب مفتوح يمكن من سنة أولى أتذكر إنه يمكن أول مرة بدأت أشوف عمليات ومؤتمرات كنت أدوبك لسه حتى ما استلمتش كرنيك كلية كان الدكتور حسام موافي يحضر كده في المحاضرة إحنا كنا مثلاً في سنة أولى ناخد مواد عادية فيسيولوجي تشريح والمواد الطبية اللي فيها طب وممارسة في سنة ستة الجراحة بقى أو البطنة فكنت أحضر محاضرات سنة أولى وبعد الظهر أحضر المحاضرات بتاعت سنة ستة عشان أربط العملي بالنظري أربط الفيسيولوجي بالبطنة أربط التشريح بالجراحة فكنت متفوق وجيت في سنة تانية أو في سنة تالتة سفرت الجامعة سفرتني منحة كده لجمعة حلب في سوريا والسنة اللي بعدها سفرت منحة لجمعة جلاسكو في بريطانيا اشتغلت في أبحاث القلب لإني كنت حابة بالقلب وجرحت القلب وقابلت في الفترة دي دكتور مكدي عقوب وبعد كده السنة اللي بعدها سفرت الجامعة الملكية في لندن كنت واد متفوق كده أحضر المحاضرات أحضر مؤتمرات أروح أجي واد كده نور وغيت اتواعد لازق لكل دكتورة عاد أسمع يتهالي مثلا في الست سنين كلية أولا في السبع سنين ما فاتنيش مثلا من التلاتاشر ألف محاضرة ست سبع محاضرات عشان عيان وزعلان عليهم ومفاكرهم والدنيا ماشي كويس وزي الفل واتخركت من الكلية بتأديم خركت سنة 2009 خلصت الانتياز بتاعي مثلا أقول 2009 أقل كده 2009 لما تخرجت كنت تفرجت على كل التخصصات واللي دخل دماغي قوي تخصص القلب وبالذات جراحة القلب وحضرت عمليات بقى مع أسادزة كتير وحتى كنت روح معهد القلب مثلا دكتور أستاذ دكتور محمد نصر الناس اللي هم عند معهد القلب الدكتور مش عايق طريق حلمي أستاذ أمراض جراحة القلب ده كترة كده وأسامي أعلام في مصر وبرضو لما سفرت برة كنت مركز على جراحة الأرض دكتور مش عارف ديفيد تاجرت وأستاذ جراحة القلب في جامعة أكسفورد في الجامعة الملكية في لندن في الامبيريال كوليج في رويل برومتون أسامي حلوة ومستشفيات جامدة ودماغي بقى بدأت تعله وعايز بقى أبدأ أمارس التخصص ده ساعتها حتى أول ما تخرجت قدمت طلب لوزيري للصحة أن أنا ولد متفوق وكنت مش عارف إيه وطلقت ساعتها في كام برنامج في التلفزيون وخدت منحة كذا جامعة وحضرت جزء يعني فقال خلاص يا رامي ده ياخد انتداب أنه يشتغل في وحدة جراحة القلب والصدر ولد نبغي اشتغلت أول ما اشتغلت خالص في مستشفى في الشيخ زايد اسمها مستشفى الشيخ زايد التخصصي زي معهد نصر كده ومعهد القلب ده معروفة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصص او اشتغلت سنة والدنيا ماشى كويس جدا وبدأت أطلع اشتغلت سنة في مستشفى الشيخ طبيب أمراض جراحة القلب والصدر مستشفى الشيخ زايد التخصص ده تخصص عام مش كده تخصص نائب هو أول ما بتتخصص بتبقى زي مش فيه امتياز في الأول بين اه ده خلصته ده قبل ما تخلق امتيازي من 2008 ل2009 ده الامتياز عشان تاخد تصريح مزولة المهن اه بعد كده بعد الامتياز تتعين حاجة اسمها نائب نائب الأطفال نائب الجراحة نائب النسى نائب المخ والعصاب لحد ما تخلص الماجستير تبقى أخصائي لحد ما تخلص الدكتورات تبقى استشال هي ماشى كده في مصر لكن انت اشتغلت في بمستشفى الشيخ زايد التخصص في رعاية القلب في جراحة القلب والصدر طبيب جراحة القلب والصدر يعني انا قبل ما اكون طبيب قلب كنت قبلها بكم سنة جراحة قلب والصدر بشتغل جراح يعني انا اللي بشتغل واشوف العينين اللي يتفتحوا عشان يتعمل لهم عملية في القلب عملية توصيل شرايين عملية تغيير صمام بتبقى الاول جراح صغنن مساعد للجراح مساعد تاني وبعدين مساعد اول خلصت الماجستير تبقى أخصائي خلصت الدكتورة بعد كام سنة تبقى استشاري وهكذا اللي هو السلك الطبيعي حلو كده والدنيا ماشي جميلة وبيس وممتاز وولد متفوق وجراح شاطر وإيده حلوة وماشي طبيعي زي اي شاب مصري صيني أمريكي في اي حتة في العالم تمام لحد ما حصل يوم فارق في حياتي ومن بداية اليوم ده والدنيا تقلبت علي اه لا انسى هزا اليوم تقريبا اتحسدت جابت لاني كنت بقى عامل زي النحلة باون كل يوم ادي محاضرة في انقابة الأطباء في انقابة الصيادلة جامعة سهاج تستضفني جامعة سينة تستضفني جامعة القاهرة تستضفني واتسو غنن لف العالم في كذا مرة شاطر حقق نجاحه هو شابه صغير فبدأت الدنيا كده فجيت في يوم من الايام على فكرة من اوائل القنوات اللي طلقت فيها مع الدكتور عبد الحميد قناة الصح والجمل بعتبرها يعني ايه الميلاد الاعلامي لرامي اسماعيل فالدكتور عبد الحميد يمكن كنت بعمل اسبوعين بعتبره في مكانة والدي الله يرحم فبدأت اطلع في القنوات وكان كل حلقاتي ان انا هدفي حكتين لما سفرت برا كنت لقيت ان الطب يعمل معاه بشكل اقوى يعني لو واحد وقع في الشارع مثلا الناس تلف حواليه ولي يعملوا انعاش قلب ولي يقس النبض وتيجي تسأله بعدك وعي احنا نرجع بس بالبوضوع معلش دكتور رامي شهر الوقت احنا خلينا نمشي خطوة خطوة انا هقول لك اليوم الفارق اديني اليوم الفارق لان فيه اسئلة الناس عايزة تسألها هتلاقي اجابة الاسئلة هتلاقي اجابة الاسئلة وانا بحكي اتفضل اليوم الفارق ده كان تقريبا في شهر اكتوبر 2011 او 2012 يعني من حوالي مثلا 8 سنين 9 سنين ايه اللي حصل في اليوم ده طلعت على قناة من القنوات كان خاصة يعني هنا في المدينة الانتاج او انا ادريه مزون وجات المزيعة ايه كنت دايما لما حب بطلع في ايه برنامج بقول لها قدميني التقديمة بتاعتي يعني أنا مثلا ليا ايه بقى التقديمة بتاعتك يعني أنا مثلا طبيب امراض جراحة القلب او نائب امراض جراحة القلب بتقول معنا الدكتور رامي اسماعين نائب امراض جراحة القلب تمام لما غيرت التخصص باقيت امراض قلب اللي هو بعالج بالادوية يعني من غير جراحة يكتبي نائب أمراض القلب والأوعية الدموية إيه اللي حصل هي حابة تعمل شوية شو كويس في الحلقة وده بيحصل في الإعلام ومعنا الأستاذ وجدي الوزيري الإعلامي القدير وأكبر إعلامي في مصر ومساعد سيدنا أبو بكر الصديق يعني لازم نتعمل شغلة بغير مسموح إن إحنا ندخل في الحكاية الأصد يعني إيه يعني عوز إيه تتيك وضع فلقيت بقى إيه ولد متصور في أمريكا وإنجلترا ومتصور مع ماجدي يعقوب المهم فقالت إيه ومعنا النهاردة في الستوديو أصغر جراح قلب في مصر ومساعد الدكتور ماجدي يعقوب قلبت الدنيا إنت مردتش عليها ساعتها مردتش عشان على الهواء في ساعتها واللي إنت عارف ستوديو دريم ويوليسة في 2011 أحن سنقول أسامي قدوات مع الستوديو الأصد يعني إن إيه إن إنت يعني لو حيك مثلا قدمتني دلوقتي بعد كل المشاكل دي قلت ومعنا النهاردة صاحب الجدل العالم من مصر الجليل لا بس في حاجة برضو يا دكتور رامي يعني أنا دلوقتي لو جيت قلت معانا دلوقتي الدكتور رامي إسماعيل رئيس مراجح ملدي النبي هتقولي لا استنى وقف لكن هي إديتك صفت إنك إنت نائب للدكتور لا هي مدتنيش الصفت إديتك إيه هي بتقول كنوع من التفخيم أولا دي حلقة من ضمن 300 400 700 حلقة على اليوتيوب هي اللي قالت المقدمة حسبوها هي إن شاء الله تقول إن أنا مساعد أي حد أنا مالي وفي نفس الوقت هي بتقولها من باب يعني معنا النهاردة أصغر دكتور في مصر هقول لها إيه مساعد الدكتور مجد يعقوب حضرت معاه عمليات فبتقول كده كان مفروض مثلا الصح يعني تقوله معنا النهاردة دكتور في القلب ما نعرفش بقى إذا كان أصغر ولا أكبر وبيحضر عمليات مع مجد يعني المهم من لنا لا يجب أصغر لا جميل ممكن أنا أصغر ويمكن أنا أكبر ممكن تقول لنا فعلا أصغر الدكتور شاطر في القلب بس بعد إذنك أنا مش نائب لحد وهذا ما فعلته طب إيه اللي حصل بعد كده عشان الوقت بس بتاعنا جت في الحلقة اللي بعدها عملت كده قلت لها خلي بالك لو سمحتين الحلقة اللي فاتت على الهوى كده حراج أنا مش مساعد مجد يعقوب أنا تلميز من مجد يعقوب لقيت بقى بيان من مؤسسة مجد يعقوب هذا الأفاق النصاب ليس مساعدا لمجد يعقوب طب يا جماعة خلاص شكرا مش عاوزين وقلت لها أنا أصلا حضرت مع مجد يعقوب الدكتور مجد يعقوب وأنا في سنة أولى فكان لسه مركز أصوان أصلا ما تفتحش لكن هو في أصوان دلوقتي وأنا في القاهرة معاك هو أتمنى أن أكون المساعد بتاعه لكن أنا حاليا مش المساعد بتاعه طب جميع أنت قدر تقولي التغنيز إن حصل بعد كده لقيت بعدها بقى شكوى في النقابة الدكتور الذي يدعي أنه مساعد مجد يعقوب الدكتور الذي يدعي أنه مساعد مجد يعقوب ولقيت إيه قرار في النقابة قرار من نقابة الأطباء حيث أن الطبيب رامي يدعي ويعتاد الظهور في الإعلام والدعي أنه مساعد مجد يعقوب قررت النقابة معاقبته بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة 12 شهر يا راجل حتى بدون علمي كان القرار ده جيابي وعدت السنة وخلصنا يعني أنا قبل ما أعرف حضرتك وأعرف من الناس قريبين أنا أعرفهم إنك إنت نجحت في علاجهم كانوا نويين يدخلوا عملية ولكن إنت قررت إن لأ عملية تبقى خطيرة ومش نستجد أسهل إن على طول نعمل عمليات أنا عندي فكر إن إحنا نعالج الموضوع والفعل قد حدث وعلينا حيات كتير جدا وده فعلا أنا عملته فعلا لسبب لإن إحنا كنا في جريدة بكرة أحلى الدكتور عبدالفتاح عبدالباقي وهو دكتور طبيب وراجل بحث جميل كبير وهو معاش يعني وعضو القبط الأطباء برضه وهو ناصري وحد متميز إنما كان كتب عندي مقالة كتب عنك إنك إنت مش عدو نقابة وكتب إنك إنت مش متخصص في القلب يعني المفروض يبقى فيه تخصص إنت مخدتش التخصص أكمل لك بقى أنا بس هقول لك النقطة عشان تكلم فيها إنك إنت غير متخصص في القلب مخدتش تخصص ولسته استشاري ولسته جراح قلب وكتب إن الكلام ده كله إفك وكلام ده كله ما ينفحش نتعبه بالظبط ردك إيه على ده؟ حلوة صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة مش جراح قلب أهو مش جراح إن دلوقتي طبيب قلب لكن في يوم من أيام كنت جراح أهو طبعا أيام ما كنت شغال في المستشفى يعني مش ممارس عام يعني أنت مش ممارس عام؟ لا ممارس عام دي تتقلق إيه؟ ممارس عام يعني إيه؟ يعني لسه معرفش أي حاجة عن أي حاجة طحينة لسه في أول التخرج مختارش هيشتغل إيه؟ لكن أنا اشتغلت في تخصص معين سنة اثنين تلاتة أبقى اسمي النائب بتاع التخصص ده لحد ما خلص ماجستير ولو أني ده مش بيحصل في كل العالم يعني في إنجلترا مثلا ما فيش حاجة اسمها ماجستير فتبقى أخصائي دكتوراه فتبقى استشاري لا تخصصك بالسنين والخبرة تبقى ريجسترار بعد كده سيني وريجسترار زي أخصائي أول بعد كده كونسلطنت يعني استشاري بالتخصص الماجستير والدكتوراه معمول في أي دولة في العالم عشان التدريس في الجامعة يعني أنت ممكن تبقى متخصص في حاجة بس ما بتمارسهاش فيبقى فين الأخصاء يعني أنا أعرف واحد يبقى معاه ماجستير في الجراحة أرى وكتب وحل ونجح في امتحان الماجستير وما بيعرفش يفتح خراج فالماجستير شهادة أكاديمية مش برة بيعتدوا بيها عشان تدرس في الجامعة مش عشان تبقى متخصص يعني لو رحت وقلت له أنا بمارس طب القلب بقالي تسع سنين وأثبته ذلك أبقى خصائي أول في القلب في انجلترا طيب إيه اللي حصل بقى في مصر عندنا عشان تبقى خصائي بتاخد الماجستير لما حصلت المشكلة وقال لك موقوف عن مزاولة المهنة لمدة 12 شهر النقابة بعتت لكلية المتواقف في الرسالة الماجستير بالضبط أنا كنت قردي خلصت رسالة الماجستير بتاعتي ونجحت فيها بجيد جدا فعلا انتهت آه وكان متوسع علي الدكتور رامي اللي بيطلع في تلفزيون وبيقول مساعد مجدي يعقوب يا جماعة بس النقابة هنا يا دكتور رامي النقابة بعتت خطاب إلى الكريم حق لمعانف النقابة مستقصدني يعني مش النقابة النقابة طيب أنا عشان خاطر الوقت المهم رح أقاله إيه طب بعد ما خلصت الماجستير الماجستير عندنا 4 سنين سنة الأولى والتانية والتالتة والرابعة وقبل ما خلص الماجستير بشهرين قرار من جامعة الأزهر قسم القلب بإلغاء الماجستير الخاص برامي اسماعيل بناء على قرار النقابة اللي طالع من بعد 2012 بقاله 7-8 سنين بيإيقافه عن مزاورة المينة حيث أنه يعتاد الظهور في الإعلام أنه مساعد مجدي يعقوب استطب بقائنا هل النقابة وقفتك نهائيا ولا كانت في مدة سنة لا هي المدة سنة بس وخلصت 12 شهر خلاص من زمان القرار طلع في 2014 طب في آخر الحلقة لأنه طبعا إحنا الوقت أنا طبعا حاجتين إن النقابة ودكتور حسين خيري طبعا أستاذي وكان بيداريس الإجراحة في سنة 6 تشيل موضوع الوقف ده اتنفذ وخلص مش دي المشكلة إنه يتشال من الملف لأنك ما عملتش حاجة ما ادعيتش إنه مساعدة دكتور مجدي يعقوب ولو إنه دي حاجة فخر دي حاجة قالتها مزيعة وأنا كذبتها مئة مرة وبكذبها للمرة مية وواحد أنا مش مساعدة دكتور مجدي يعقوب أنا أتلميزك حاجة تانية إن التعليم حق دستوري دي أنا لو خبطت واحد بعربية ودخلت السجن حقي أخذ ماجستير ودكتوراه فمن فاش تقولي ما تاخدش ماجستير ودكتوراه عشان النقابة كانت مرز على أنا منك لا حقي وبالذات لما أكون ناجح مش تلغيه دخلني ومتحني فالنداء لوزير التعليم العالي من فضلك يا سيادة الأستاذ الدكتور رجعني تاني الماجستير بتاعي شهرين وخلصوا ونجح فيه وأبقى ساعتها معاه الماجستير وأخصائي وأخلص الدكتوراه واستشاري رغم الخبرة اللي خدتها لإني نزع مني الماجستير نزعا وليس امتحان مثلا ومعدتش فيه شكرا دكتور رامي اسماعيل لسه مدال التحقيق مستمر طبعا الوقت معاكم ما فيش تحقيق النقابة ولا حاجة دلوقتي بس يعني دي حاجات كده وحاليا أنا مسافر برة أخلص الماجستير برة بس عايز برضو يبقى ليه وضع في بلدي لأنه يحب بلدي إحنا بنوجه رسالة للنقابة من خلال برنامج صباح بكرة أحلى من خلال تحقيق الاستقصاء اللي عملنا في جريدة بكرة أحلى في ناس كتير بالفعل عالجهم هذا الطبيب الشاب الجميل قد يكون دي بعض تجاوزات لكن أعتقد أنه أتعلم الكتير بعد قراراتكم أعتقد نقيب الأطباء يعني ده ابن من أبنائك أرجو كمان وزير التعليم العالي أن ينظر إلى هذا الدكتور المتميز ولكن وقع فيه أخطاء أعتقد أنه هو كده اتعلم من أخطاء هنتابع هذه الحالة مع سيادتكم لأن بالفعل في ناس كتب قوي بتحب هذا الطبيب المتميز لكن ليكم عليه ملاحظات أنا نفسي ليه عليه ملاحظات ولكن تمال للناس النجحة لازم يبقى عليهم ملاحظات في آخر البرنامج بنأكد لكم حاجة مهمة بالنسبة لكورونا وبالنسبة فيروس كورونا يعني يا جماعة عشان ما حدش تطلع إشاعات دي حاجات أكيدة أنا بالنسبة لي كمؤسس مبادرة مؤسس مبادرة حملة الرد إلكتروني على الشائعات بأكد لكم من خلال الوزارة بتقول في عندنا أربعين حالة في عندنا الحالات اللي هي توفت حالتين عندنا الحالات اللي كانت إيجابية وقت سلبية 34 عندنا إجمال المصابين 166 الموضوع لسه ما خرجش عن هذا النطاق الحمد لله إحنا بنأكد عليكم مرة تانية النظافة عدم ملمسات الآخرين غسيل الإيدين بشكل متكرر ما تخافوش من حاجة ابعدوا عن الفزاع اللي هم عاملنهنا إحنا نشغل بشكل صحي وإن شاء الله بكرة هيبقى أحلى معاكم تحية مصر وشعب مصر وجيش مصر صعدت بكم وأرجو أن أكون قد أسعدناكم كان معكم وجد وزيري حلقة جديدة ولقاء جديد وبرنامجكم صباح بكرة شكرا شكرا